وجهت سلطات الاحتلال الإسرائيلي كتبا وإنذارات تبلغ نحو 35 مؤسسة ما بين جمعية ومركز وشركة فلسطينية قائمة في شرق القدس المحتلة على اختلاف مجالات عملها لغلاق حساباتها المصرفية دون سابق إنذار خطب أصدرت بين يديه دائرة شؤون القدس في منظمة التحرير الفلسطينية بيانا قالت فيه إن سلطات الاحتلال طلبت من أصحاب المؤسسات الحضرة إلى مراكزها لاستلام شيكات بما لها من أموال في تلك المصارف وذلك بشكل مفاجئ دون تقديم أسباب تبرر هذه الإجراءات التعسفية الاحتلالية ودون مراعاة لأبسط قواعد التعامل ونددت الدائرة في بيانها بما سمته إجراءات سلطات الاحتلال التي تخذتها بحق هذه المؤسسات الاجتماعية والثقافية والتعليمية والإغاثية والإسكانية والقانونية والهندسية التي يملكها مقدسيون صامدون على أرضهم رغم جميع أشكال التضييق والعنصرية والهمجية التي تمارس بحقهم في المدينة المقدسة وجاء في البيان إن هذه الإجراءات والممارسات غير المسؤولة وغير المسبوقة ضد شعبنا ومؤسساته تأتي في سياق السياسة العنصرية والتطهير العرقي الذي تنتهجه حكومة الاحتلال الإسرائيلي بشكل صارخ وأضاف إن إبلاغ المؤسسات المقدسية العاملة في مدينة القدس على أشكالها ومجالاتها كافة بإغلاق حساباتها البنكية هو إجراء تعسفي في سياق عملية تهجير المقدسيين وتهجير مؤسساتهم من المدينة المقدسة رغم أن هذه المؤسسات تعمل وفق الأصول وحساباتها مكشوفة وتتطابق مع أهداف تأسيسها وغاية تسجيلها كما استطرد البيان في سياق استغرابه خطوة الإغلاق اعتماد المؤسسات المستهدفة أعلى معايير التوثيق القانوني والتزام هدف على الرسوم السنوية كاملة